والحقيقة إنه إحنا كنا تكلمنا مع المبعوث السامي أو المندوب السامي لشؤون اللاجئين المفاوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة وتحدثنا أيضا مع أطوانات سيلي نائب مدير عام صندوق النقد الدولي على المؤسسات الدولية أن تدعم دول الجوار وإحنا هنا بنتكلمش عن عبق مرة أخرى السودانيين، السوريين، الليبيين، أي دولة أهلها بيلجأوا إلى مصر هم بالنسبة لنا إخوة وأشقاء ما بنعتبرهمش لاجئين لا بنحطهم في كامبات ولا مخيمات كما تفعل دول أخرى صحيح هم يعيشونا وسطنا معانا بيننا بقى فيه مناطق مثلا في الشيخ زيد اسمها الأردنية إحنا عايشين معاهم هم عايشين معانا بالعكس وبيشتغلوا وما عندناش أي مشكلة ولكن دولة زي مصر عندها ضغوط اقتصادية بالفعل على المؤسسات الدولية بقى أن تدعم البنية الأساسية المصرية أن تدعم مصر في مواجهة ذلك هي القصة مش فقط وده قالوا يعني المفاوض السامي لشؤون اللاجئين هي القصة بس مش إن أنا هدعم الهلال الأحمر وشوف المتطلبات الإنسانية أودي اللاجئين 100 ولا 200 دولار عشان يعيشوا لا القصة إنهم بيعيشوا حياة كاملة داخل مصر فلابد من دعم وهنا كده بيحصل ضغط على البنية التحتية المصرية فلابد من دعم هذه الدولة كي تواجه كل ذلك يعني دول كثيرة زي تركيا مثلا لما جالها 3 مليون سوريا قلت لك لا يا عم أنا مش قادر أوروبا بتقفل أبوابها أمام اللاجئين معادة الأوكرانيين طبعا لكن أوروبا اللاجئين القادمين من سوريا اللاجئين القادمين من دول أخرى أوروبا بتقول لك لا وعندها قوانين ويتم الانتخابات بناء على هذه القوانين مصر لا تغلق أبوابها أمام أي أحد مصر هي دولة أمن وأمان تفتح أبوابها دايما للجميع ولكن لابد للمؤسسات الدولية أن تدعم الداخل المصري علشان الحقيقة أنه ده ضغط كبير جدا لو بنتكلم على 9 مليون ده ضغط كبير جدا على الاقتصاد المصري مرة أخرى ليس عبئا يعني أنا دقيقة في استخدام الألفاظ هؤلاء أشقاء إخوة موجودين معانا طول عمرنا عايشين في هذا المجتمع المنخرط في الحضارات والثقافات المختلفة عمرنا ما حسين أبدأ ولكن مع زيادة المشكلات الاقتصادية لابد لنا من دعم من المؤسسات الدولية علشان دعم كل المتواجدين هنا على أرض مصر وأهلا وسهلا بهم دايما بقول كده ترجمة نانسي قنقر